دهما مساء الخير و أهلا وسهلا بحضراتكم حلقة السادسة بتاريخ 11-22-24 في نفس التاريخ ده بس من شهر فات كنت مراهن وكان عندي يعني أحساس كبير أنه النهاردة يبقى منتخب مصر بيلعب مبارات نهائي بطولة أفريقي النسخة الأسهل على الإطلاق أنا مش قادر أفتكر يعني حاولت أذاكر أورجع بالتاريخ كده وفتش في الزاكرة في بطولة كتأسهل من البطولة دي لقيت أنه لا كل البطولة كان فيها فرق كبيرة جدا كان فيها منافسة قوية جدا كان بس مجرد الوصول المباراة النهائية لأي منتخب مش بس المنتخب المصري هو الضرب من الخيال لكن تشأ الظروف أنه النهاردة كل التوقعات بدون استثناء ولا مغمض أيني كده حد كان يتخيل أنه نيجيريا وكوديفور هما النهائي أعتقد أنه صعب أو خليني أقول أنه ممكن تبقى نسبة واحد أو اثنين في المائة توقعت السيناريو ده لمباراة نهائي الكار الكل كان بيرشح إما السنغال إما المغرب عشان يكونوا واحد من أطراف النهائي لو ما كانوش هما الاثنين اللي بيلعبوا المباراة النهائية وأنا الحقيقة بعد خروج منتخب مصر توقعتي أنه الفرص الأكبر هتكون لمنتخب السنغال والمغرب لمواجهة النهائي ولكن النهاردة إحنا على موعد مع نهائي خارج التوقعات نيجيريا واحد من أعرق المنتخبات الأفريقية وأقوى المنتخبات على مدار عصور كتيرة جدا رغم أنه بالأرقام والإنجازات ما جيش يمكن في التوب 5 لكن خلينا اتفق أنه واحد من أصحاب أقوى العروض اللي تقدمت والثبات في المستوى في البطولة دي تحديدا هو منتخب النيجيري كوديفار اللي بدايته كانت ولا أسوأ وتأهل في السواني الأخيرة النهاردة هيلعب مباراة النهائي في الساد الحسن وطارة في العاصمة الإفوارية أبيتجان ملعبه أرضه والسجمهوره في مواجهة النصور النيجيرية طبعا البطولة دي لغبطت الحسابات وخلتنا نعيد ترتيب الأوراق بشكل كبير جدا ونحاول نفهم إيه اللي بيحصل في أفريقيا منتخبات كتير جدا كانت خارج التصنيف بعيدة كل البعد عن تجاوز الأدوار الإقصائية لكنها قدمت أداء مبهر الحقيقة منتخبات ما كانتش موجودة على الخريطة لا تملك من حيث الأندية والتوجد على خريطة المنافسة الإفريقية أي اسم ولا تملك أيضا على مستوى اللاعبين المحترفين في الخارج اللاعبين نقدر نقول عليهم فلتة أو طفرة أو اللاعبة ممكن تقود منتخب زي رأس الأخضر أنه يقدم العروض ويظهر بالمستوى ده في بطولة أفريقيا ولا حتى منتخب الكونغو الديمقراطية اللي بشوفه الحقيقة الحصان الأسود الحقيقي في البطولة دي منتخبات ما عندهاش ربع إمكانات المنتخب المصري إمكانات ما عندهاش ربع أسماء اللاعبة اللي بتلعب فيه منتخب مصر ولكن شتان الفارق اشتركوا في القناة